السلام عليكم عدنا والعود أحمد حللنا أهلا ووطأنا سهلا بادئة بذء دائما نحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساؤكم سعيد أولا كما وعدناكم نطل عليكم للمرة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة إلى آخره دائما عفوا عفوا دائما سنبقى في الميدان يا حميدان يا زيدان يا ناقص يا زيدان ناقص وزيدان كما داروا في النظام الجديد هذا اللي تقولون نظام جديد لغا للناقش هو ذا كيشوا هدين لباقين دارين في غفل دار في غفلون النظام الجديد هل هو فعلا جديد أم هو القديم الجديد هل هو جديد بالفعل أم هو القديم الجديد الذي تم يعني ترميمه ترميمه حتى لا نقول شيئا آخر بحل دي كل آثار اللي تقوموا بالترميم دينا يعني الهيكل الأصل دينا تكون ولكن يعيدون ترميمه وتزينه وأي أي أي إلى ذلك حتى يصبح لماءا براقا يساير العصر أن هذه الحكومة مني جد والهدف ديالها هو القطع مع ما هو تقليدي القطع مع ما هو تقليدي و يعني والبداية مع ما هو حداتي وباش يبدو مع ما هو حداتي يعني هناك قطعة مع ما هو تقليدي وتبني ما هو حداتي لأن كما تقول الجميع لأجمع أن العالم بعد الأزمة دي الكورونا ما شي هو العالم دي الماء قبل كورونا حمد تنشوفو يعني قلسة مسائل مسائل زيو استراتيجية رجل ستدقاد دور المسائل كما قلتو وقالو ما هو ماللي قالو ما هو ماللي تيدي سيدو احنا غيرتن غيرتن هوني سومي سو هوني سومي سو لزور دي زور اذا يعني الآن هد النظام الاساسي الجديد اللي تقولون جديد بالنسبة لي نحن مش جديد لأن من تنقول نظام اساسي جديد يعني هذا ماذا يعني أن القديم مبقاش أنه تم نسخ النظام القديم ولكن هذا النظام اللي غير يكون النظام الاساسي اللي تم الاعداد ديره اللي هو أصلا كان موجود منذ 2014 موضوع في الرفوف وتجاوز كان ربعات المراحل دي الانجاز لا تعد وهذا المرحلة رهية المرحلة الرابعة والآخرة من الانجاز اللي بدأت مع دخارة الطريق اللي بدأت في الاتفاق المرحل دي 18 يناير اللي دخلوا باش يبدأوا يفعلوا فيها ويأجروا فيها ويخدموها في تسعود مارس 2022 لخرجات الخلاصات دي اللي مني تلقوا الخلاصات يعني اللجنة دي الاعداد النظام الاساسي لجنة البرمجة واعداد النظام الاساسي لخرجات بالخلاصات دي بالضبط نهار 11 ماي 2022 بذيك الصياغة دي المسود دي النظام الاساسي في اندك وايضا لجنة التقنية اعطات تاهية خرجات نهار 11 ماي 2022 بالمخرجات دي بالمذكرات المجسدة اللي اجرأت لي الحوار الاجتماعي او الحوار عفوا الحوار دي 18 يناير 2022 اللي كان اهنا داك سلمت هديك المذكرات سلمت المسودة دي النظام الاساسي الى ماذا الى النقابات الخمس الاكتر تمتيلية باش تطالع عليها وتعد مذكرة موحدة بها مقتراحات مشتركة بين جميع النقابة اذن هنا النقابات ما بقى تشكل نقابة يعني تقوم ب اعطاء الاقتراحات دي الها والملاحظات والى اخره منفريدة اصبحت النقابات استراتيجية الجديدة مع عبد الموسى ان النقابات كاملة تجدام تطالع على الخلاصات دي النظام الاساسي تطالع على المذكرات المجلسة للأجر الحوار وتقوم بدراساتها قراءاتها قراءات متأنية ودراسة ديالها ومن بعد تشوف لكي شي ملاحظات ما تضيف لها لكن شي ملاحظات الضفاء أو شي حاجة يعني عندها فيها شي ملاحظات وتقدم شي اقتراحات الى آخره وتم ارجعوها في الأسبوع اللي كان فيه 30 ميلي 30 و 31 واحد جوان من هار الاربع كانت هذه الساعة رجعوا هذه المذكرة الموحدة اللي فيها اقتراحات مشترك إذا النقابات هنا مبقى شكرا واحدة تنفارد بإعطاء المقترحات وإبداع الآراء ديالها الى آخره بل ولا تتجتمع مجتمع ثاني بخمسة وتتقوم تيديروا واحد الاقتراحات واحد للآراء والملاحظات الى آخره وتيديروا واحد المذكرة موحدة وتيرضوها الليجان المختصة اللي من بعد تتكون هناك الصياغة النهائية سواء ديال هادوك الملفات ديال اللي مضمنين في الملف المطلبي اللي في 27 ملف في أوي سواء بالنسبة النظام الاساسي اللي قالوا جدي بالنسبة لنا احنا النظام الاساسي الذي سيتم اعداده فهو يرتكز على النظام القديم ديال 2003 اللي هو بمرسوم جوز صيفر جوز 854 وغير يقوموا بتغيير دياله بعد المواد للبنود ويقوموا بالتعديل ويقومون بالتثمين والتعديل بالزيادة او النقصة فعلا شاكب بن موسى طلب من المصالح الاديرية باش تحصر جميع الاختلالات النواقص العيوب توقوب تجاوزات لهم لكحال تحراميات تشاريب الى اخيرة باش يتم متصحيحها باش ما تعاودش تاني تكون هناك تجاوزات ولا خروقات ولا نواقص ولا عيوب ولا اختلالات في النظام هذا اللي هو بغين يكون دعامة قوية متينة اللي هي اللي علش غد يتبنى هاد الاصلاح ديال المنظومة التعليمية برمته هاد الاصلاح اللي هو الهدف الاسمة بالنسبة الوزير شاكب بن موسى وكما رأينا ان هاد الاصلاح ديال المنظومة التعليمية عنده اجماع اجماع لانه اصلا يتبنى الرؤية الاستراتيجية فيزيون استراتيجية دو ميل تراند دو ميل كنز دو ميل تراند وهذيك تنين وثلاثين مشروع اللي كان يتضمنها الرؤية الاستراتيجية هي الخلاصات هي التوصيات ديال اللجنة العليا للتربية والتكوين اذن عليها اجماع وفي الفين وسبعطاش داروا القانون الاطار واحد وخمسين سبعطاش لهو اللي غد يوري ليؤثر كيف سيتم الاجراء وتنزيل ديال هاد الاصلاح ديال المنظومة التعليمية بالطبيعة الحال تماشيا مع النموذج التنمووي 2022-2035 والمراجع اللي كينا فيه اذن هاد الشعر لاش ترتكز المهندس ديال الاصلاح ديال المنظومة التعليمية اللي هو شاكيب بن موصر ومن هنا فأي اصلاح لا يمكن ان يتم بناءه دون هدنة والسلم اجتماعي واستقرار بالنسبة للأساتداء والأستادات الفاضل والفاضلات هذا شاكيب بن موسى من بين هذين وثلاثين مشروع بدأ بالمشروع 15 لهو التحفيز التحفيز ديال الموارد البشرية وايضا التنزيل ديال النظام الاساسي اللي غيكون هو الدعامة هو لسيبور علش غادي تبنى هاد الاصلاح ديال المنظومة التعليمية اذا هاد المرة هناك اوراش اجتماعية فلابد ان الاصلاح موخود بوحدة جدية كبيرة تانيا رصدت اليه اعتمادات مالية ضخمة جدا وهذاك شعل اجابه بن موسى باش يكون عنده واحد الاشراح ديال حسن التدبير وحسن الحكامة ديال التسير وديال التدبير و لابون جيستيون ديال اعتمادات المالية باش يكون هناك استمرار و تكون هناك ضمانة ديال استمرار و ديال ديمومة ديال تمويلات المال ديال والغياء الاعتمادات المادية اللي غتجسد وغتأجرأ وغتنزل هذك الاصلاح ديال المنظومة التعليمية مش ميش جوتا للوسط وما يلقوش يلقو تاني اعتمادات المالية سائلة اخير هذا الشي الاش الان في شوتنبير وخصا في هذا الحوار الاجتماعي اللي غادي بدان هالربع طاعش شوتنبير الفين وعشرين بين رئيس الحكومة والفاترونة والأماناء العامين ديال الاتحادات نقابة العمانية غادي تكون هناك البرمجة ديال الميزانية ديال الفين وثلاثة عشر 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 وخمس وعشرين وايضا الملفات والأوراش الضخمة التي سيتم معالجة وسيتم حل وسيتم يعني تجزيد والأجراء ديالها خلال السنة المالية بالتدرج الفين وثلاثة عشر 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 لأول مرة غا تكون هناك البرمجة ديال ثلاثة السنين ديال الميزانية ديال هاد الأوراش الكبرى اللي غا ممكن نذكرها في اللي ديال برنامج ديال الأعمال اللي غا ديكون ضمن الحوار اجتماعي ديال السنة الاجتماعية الفين اثنين وعشرين الفين وعشرين ديال نتقاو حنا في التعليم في القطاع حسب المجلس الحكومي الأخير والتصريح الحكومي ونندو الصحافية والتقارير التي ديال البلاغ الصحفي الى اخيره فيتبين ان جميع المراسيم ديال اثناثر مرسول تم المصادقة عليها اللي غا دي تنزل وتاجرأ وتجسد تفعيل ديال اه الاتفاقات والمخرجات والنتائج ديال الحوار الاجتماعي ديال ثلاثين ابريل الفين واثنين وعشان ايضا النصوص القانونية اللي هي خمسة عشر نص قانوني التي ستتم اجرأة بواسطة يتم اجرأة وتفعيل وتنزيل يعني مخرجات ونتائج وخلاصات الحوار القطاعي الاتفاق المرحلي ديال ثمنتاش جناير الفين اتنين وعشري وهنا عدنا واحد الملاحظات على هد هد البرنامج البرمج الزمني اللي كان دارت ديال هد الحوار القطاعي ديال تليم ديال اتفاق ديال 18 جناير اللي قلت لكم هنه سابقا كانت هناك نقطة خلافية النقطة اللي كانت خلافية هو ان خصا مني كان الكاتب العام اللي الان مبقاش ل احد النقابات كانوا يصر باش يعني ما يبدوش من جميع النقابات هذي كانت تتبنوا انهم ما يبدوش من الصفر وبأن هون يعني الملفات اللي جاهزة والملفات اللي تم التوافق عليها في الحكومة السابقة في عهد امزازي يعني يتم تسوية ديالها فعلا استجب بن موسى لهذا الطالب وقام بتسويتي ستة الملفات اللي كانوا يعني المراسم ديالها جاهزة في عهد امزازي ربعا اللي كانوا غدي تجسزو وغدي تجرؤو وغدي تسوو بمراسيم وعدنا جوج ملفات غدي تسوو داخل النظام الاساسي هذي بالنسبة للسنة لل 2022 وقد اضاف السيد الوزير ملفا خامسا هذي اللي غدي تكون عندهم التسوية ربعا تسووا تسوية تامة نهائية اللي تنزلت المراسم ديالها في جوج شهر جوج تقريبا تنزلت عشرة فبراير كانت المراسم تم المصادقة عليها في المجلس الحكومي 25 فبراير فبري يعني راها دخل تحيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية مزيان تلين نزيان يلا تبع معي مزيان واحدة 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 لابد يتفهم عذاك عض عض طيح لا اله محمد الرسول ماشي مشكل نتمي اذا هذيك الملفات اللي تبع التسوية ديالها اربع لانها تنقول بانها تخص من تخص الادارة التربوية التوجيه والتخطيط الى اخير مكلفون خارجة سلمية يعني خارجة سلكية الى اخير اذا تنشوفوا بانه اعطاوا الاسبقية والاولوية لمن لصحاب الادارة صحاب التوجيه صحاب التخطيط لانهم هم اللي غادي جسدوا هم اللي غيعاون الادارة مع الادارة ما انتم معارف الخبار في رسال ديال ديال الادارة تستفقو الى جانب الادارة وخاص الادارة تكون مرتاحة مجاد الامور ديال لباش تخدم باش تنزل لان الان هاد الحكومة اللي جات ولا الوزير ديال التربية والتعليم كلهم جاوا من الاجراء فقط الاجراء 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 حتى ان الان غاد غاد نطلق من تصير بكري كان تصير ديال الحياة الادارية الان غاد نقول له في تدبير الموارد للاجراء كل شي تغير كل شي تغير ادي نخصهم المشاكل اللي كان عند الادارة التربوية عن التوجيه الى اخرين الناس اللي غد يدرون معه رخصهم يكون مجادي الاخرين نتسننوا ماشي مشكلة ما فين تلاحظوا على الاخوة دول اللي خرجو رادرت فيهم فيديو قبل ديال آآ ضحايا الطرعيات المجمدة منذ سنتين للنقابات الان كانت عليها في مارس مني بغو يدخلو هذه الساعة وكان تضغطو تديرو تيهدر الى آخرين كان هذه الساعة يستدركوا الامر ويطالبوا من الوازير بجدية باش ينزل باش يتخلصوا هاد هاد مصحاب الترقيات المجمدة لانها مرصودة الميزانية ديالو تم مرصدوها وفي شهر 11 2021 كان خبر رسمي قال لك بأن شهر ثلاثة سيبدو يتخلص اذا ثلاثة اربعة اخم ساخص كل يكون نخلص ماش نخلل الان لين نجو اجو ما اجو غال بعض ماش كل شي لانه اللي عارفين وده كل شي تشاركي كل شي توافقي كل شي الامور الهدنة سنوها السلم الاجتماعي سنوه جميع الناقابات بدون استثناء ماش تآخر تتعطل كل شي تتعطل ومين يجا الرئيس الحكومة يلا يدبر على الحصيصة يعني حط سبعات المليار ديال درام باش غدي يعني يخلصوا المتأخرات المتأخرات ديال الترقيات المجمدة اللي قد تبدا في الشوتينبر اللي يجيين هو مع الدخول المدرسي الى آخر اللي وتمر كشتور يعني احضرنا بلا معنا نعود اش مجزي اذا هاد النظام الاساسي اللي قلنا النظام الاساسي هو النظام القادية سيتم تتمم تغيير تعديله بالاضافة والنقصين وغد الضاب فيه شحواج اللي هي تخدم الشغيل التعليمية اللي هي كمحف تحفيزات فيها تحفيزات الى آخر فيها ما يستجيب للإصلاح ديال المنظوم التعليمية المستقبل الى جانب ذلك داروا واحد نظام اساسي خاص بأطور الجهوية الان ردارو جهوية اذا الحل المبتكر اللي قال عنه بن موسى هو الجهوية الموحد يعني التوظيف الجهوي لانه كل شي غادي نحو لا تمركز إداري والجهوية الموسى لغاية في الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي الى آخر شي ملتبت بالشي كون انشين اذا هل المشكلة اللي فينا هو غياب التواصل ما كيشوح التواصل بين النقابات وبين القواعد بين الشغيل وتخلوهم غانين حتى تيتفاجئوا بأشياء قد تكون في صالح البعض وتكون يعني تغضبوا البعض البعض الآخرين اللي ما هيكونوش داخل ما هيكونوش مستابنين تشوفوا رصهم ممشي مستابن اذا نظام اساسي خاص بأطور الاكاديمية الجهوية اذا الان انتهت الكلام مبقاش اطور نظامية للاكاديمية اللي كانت السنة اللي فاتت هالان ولا تقول اطور الاكاديمية الجهوية اذا الجهوية راترسمت بلا ما نقول وها فعلا لك هنا نفقات مختلفة تحول من وزارة تربية الوطنيات هي تحول اصلا من الوزارة التربية الوطنية في البيجي ديالة ومن بعد تحول نفقات الى الاكاديميات كنفقات خاصة بأطور الاكاديميات ومدير الاكاديمية اللي هو بالامر بالصرف يقوم بتحويل هذه النفقات الى مناصب مالية خاصة بأطور الاكاديميات بوش بيجي تيف ان دي بدي ستابل تابعة للخزينة الجهوية الان اتناشر مرسوم اللي كان قبل تم نسخوها هذي نقوله تم نسخوها حيدات مبقيتش ولا نظام واحد واحد وموحد خاص بأطور الاكاديميات الجهوية اللي هو النظام الاساسي لميان تربية والتكوين وهذا النظام الاساسي لميان تربية والتكوين الخاص بأطور الجهوية للاكاديميات غاية يكون ضمن ضمن الانظمة الخاصة اللي كان في الصم الثاني ديال النظام الاساسي لموضف وزارة التربية الوطنية التابع للنظام الاساسي ديال الوظيفة العمومي هنا كما قلت سابقا يكون امام جوج هيئات ديال التدريس هيئة خاضعة للنظام الاساسي القديم وهيئة خاضعة للنظام الاساسي الجديد ولكن كلهم غيكونوا داخل نظام الاساسي واحد هو داك النظام اللي كان ديال جوج همين مان وروعة وخنسين غير ذي قطور الاساسي الجهوية غيكونوا نظام الاساسي خاص ضمن الانظمة الخاصة ولكن كلهم غيكونوا في اكادم الاساسي واحد لأن النظام الاساسي الموظفي وزارة التربية الوطنية. يرى فيه جوش الاسناف مصنف الى صنفين وهيئتين. جوش الاسناف. صنفين. كان الصنف. لخاضعين للنظام ديال الموظفي وزارة التربية التابعة. للنظام الاساسي ديال الوظيفة العمومية. وكان نظام اساسي خاص بكل هيئة. بحل هيئة اه بحل هيئة ديال اطور التدريس ديال اه اه اطور اكاديميات الجهوية. لعندها نظام اساسي خاص بالتربية والتكوين. بحال نظام خاص ديال الاساسي ديالجامعيين. بحال نظام خاص ديال الاطور المشتركة بين الوزارة. الى اخيري. تابعنا مزيحا. اذا. نكتفي بهذا القدر حتى لا نطيل. ولا نعود معكم لان لا باقش حاجة خصنا نوضحها. لكن هذا غاي طوال. اذا قالك الحب لا طوال تيوليه بال. والحب لا طوال تيوليه بال. ني ني. اه عفوا عفوا. اذا فضلا وليس امرا جارجا ان تفعيل الجرس. اكتر من البرتاج 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 البرتاج. ديفيزي. واكتر من الاعجاب. جام كتروا لنا من الجام. حتى نستمر وتستمر هاد هادي القناة المتوضعة. اللي دائما سنقوله الصدق ولا شيء غير الصدق وما كان معقوله مكين. عشر شملية من هدم. كينا. دور ميو عشرين. يالله تبارك الله عليكم. ونشوفكم في فيديو آخر ان شاء الله. شاو.